يعني مننطر مولود الحوث لبينما تدخل الشمس لعندك تموضع الكواكب ببرج الدلو يعني خلال العشرين يوم الأولى إضافة لتراجع عطارد يمكن شوي يعني ما كتير يمشي أمورك بسرعة المطلوبة شهر الحقيقة هو شهر مختلط يعني في شوي إيقاع بطيء بهذا الشهر عم بحكي كأنجاز أو كنتائج ما عم بحكي عشي تاني أو كتأخيرات يعني ممكن تحس ببعض الأحيان بضيق بتعب أنك حاسس أنك مانك مرتاح بتمر أيام مولود الحوث بتشعر بفقدان الثقة بالآخرين بتهتز شوي الثقة يعني بتصير هيك يعني أميل حتى تعيد النظر بأمورك تعيد النظر بما قالت إليه أحوالك تفكر تستغني بقى عن أشياء معادة نافعة تفكر بالأشياء اللي أنت لازم تعملها هلأ أنا بقول بهذه الفترة أول عشرين يوم بالشهر وخاصة بدراجة عطارد كتير انتبه مولود الحوث من القرارات الخاطئة ما بنصحك أبدا أنك تبتخذ قرار بهذه الفترة أجل قراراتك لا تمنطعش الشهر وبعد يعني لانتقال الشمس لعندك لأنه وقت بتنتقل رح تتحسن صحتك أولا صحتك النفسية والجسدية وأيضا أمورك العملية الشمس بتعطينا دفء بتعطينا طاقة بتعطينا قدرة أن نشوف الأمور بوضوح أكبر لأنه مولود الحوث بالعشرين يوم الأولى ممكن يكون في بعض الأوهام ممكن يكون في بعض الوعود يلي ما نصاد أكتير انتبه على كل الصعود تقريبا فيه يمكن تعاني من شك من غيرة من تردد بالقرارات وخاصة القرارات العاطفية أنا بشوف أكتر شي متعبة تواجد الزهرة بيقدلوا بيخليك عاطفيا ما لك مرتاح كتير يعني ما عندك بالعاطفة حالة تبادلية مع الآخر كأنك بتعيش عواطف لحالك يعني بتعيش الحالات أو المشاعر العاطفية بطريقة كتير فردية ما كتير بتكون متبادلة مع الآخر هلأ بدي يقول لهم موليد الحوت هذا الشهر فيه خبر كمان حلو بدي يقولون يا انه هذا الشهر أمور المال جيدة بالنسبة للكون إضافة انه بدي يوم سبعة وعشرين يوم سبعة وعشرين اتنين هذا اليوم يلي نحنا موجود عنا قمر مكتمل بالعزراء كتير ممكن موليد الحوت عنكم حد خيارين إما الدخول بعلاقة جديدة أو إعلان علاقة كنتوا عم تتكتموا عليها أو إذا كانتوا قايد علاقة وعنكم مشاكل ومو قادرين تحسموا أمركن فأنا بشوف أنه هذا يوم ممكن يكون فيه زعزعة لعلاقات بحياتكن ترجمة نانسي قنقر